اشتركوا في القناة 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 لسه يعني عشان تاخده بطوله أفريقية صعب حسين فيصل مكانه زحمة مكانه اللي هو أني واحد بقى الجناح نحية التجمال ولا الوراء خطوة لا في أربع مهاجم أربع مهاجم رأس حربة ويمين وشمله في نص الملعب لكن بص هو الوحيد اللي تقدر تقول ما بين الاتنين اللي هو يقدر يكمل لكن في مكانه هتلاقي محمد صلاح هتلاقي زيزو هو مركب يلعب واحد ممكن لو هو بيلعب ممكن هتدخل معه في أفشل يعني فيه كتير عشان كده انت بص من الآخر انت بتتكلم فيه 23 لعيب شيل واحد زيادة لو انت بتلعب الـ11 في الملعب عايز اتنين في كل مركز اتنين في كل مركز ويجوني الثالث طبعا خلينا جيب الجوني الثالث على جام انت بتتكلم في كل مركز فيه اتنين إلا حراس المرمى ثلاثة فانت عايز في كل مركز اتنين لازم تشوف بقى خلاصة الفترة اللي انت بتعملها دي بس دي اه حيرة لكنها حيرة حلوة حيرة ان انت عندك أسماء دخلت منتخب ووسقت في نفسها وقدمت مستوى كويس فمحيارك تختار دا ولا دا ماشي كويس صح؟ هي بقى هنا الخبرة كلها في الاختيار صح؟ يعني الخبرة كلها بقى في انت شفت انت شفت حاجات كويسة هتختار مين تمام؟ دا برضو بس يا كابتن علاء نفقد كمل طب النقطة دي لو برضو ايه انا كل مرة نقول ايه هيتعلم من المطش دا هيتعلم من المطش دا حطه كل واحد في مكانه النهار دا لما حطه لعبة في الاخر زبطت محمد شريف راس حربة واسمه ايه دا في الجنب الشمال احمد رفعت وفي الجنب اليمين زيزو زبطت كل مرة نقول هايزبط هايزبط مبنزبطش إلا لما بنتزنق ونحط فعشان كده انا حطه جديد على قلبي برضو في الاختيارات طيب لكن برضو بخصوص الاختيارات على جانب اخر اللي يخلي الراجل يطلع لعيبة محدش كان يتوقع انهم ينضموا للمنتخب وينضموا للمنتخب ويظهروا بمستوى كويس يخلينا المفروض على قلبي ما نبقاش قلقانين من اختياراته اللي جاية صح؟ يعني معانا ما يثبت انه بيعافي اختار هيدور هيدور في كلام ده خلي بالك فيه لعيبة مويسة لما كنا بنتكلم ونخذ كارك في الحسام فيه لعيبة كويسة ما احنا قلنا له فيه احمد رفعت وفيه ابراهيم عادي وفيه الناس دي كلها كانت موجودة هو كان التركيز كله على نفس المجموعة شكدا أنا لما كنت منتخب المجموعة دي كانت بتتعب من ام افريقيا طب ايه اللي حصل طب الجهاز اللي كان موجودة في ام افريقيا يمشي بسبب هذا الكلام طب ايه جديد ما هو لازم يبقى كل واحد ليه بصمة جديدة هو الراجل نجح بأمانة نجح في ان انت بدأت تفكر ان فيه وفيه 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 ودي حاجة كويسة يعني برضو خلي بالك فيه ناس مقسمة النهاردة احنا مش كسبنا تلاتة نظبوط فيه ناس مقسمة وفيه ناس يقولك ايه احنا مش شافين طريقة احنا مش شافين سيستم احنا كمام لكن هو يعني مخلينا كلنا عملينا عملينا نتكلم منفكر هياخد مين هيلعب مين لكن برضو الفتاة اللي جاية لابد من ثبات تشكيل ومن ثبات تاكتك طيب يقدر يلعب محمد شريف برضو النهاردة نزل طرف لمدة نص ساعة تقريبا لغاية ما ماروان خرج وراح محمد شريف كمهاجم في النص ساعة دي هل وصلك انطباع عما يريد كيروش ان محمد شريف ينفده في المكان ده هو طبعا هو يحطه في المكان ده ايوه ليه بقى ايه اللي مستنيه هو من محمد شريف في المكان ده على اساس ممكن يضم مع ماروان حمد في اي كرة في حتة 18 ويسيب المساحة اللي جاي من ورا ممكن اه لكن هو طبعا خلي بالك الحتة ده اصلا بحتاجه حتة دفاعية كمان اه مظبوط بش مجرد انا انا ازل واحد عشان اجيب جون انطبا انا ممكن اهبقى جوة 18 في كل كرة لكن الراجل الباكي العادة هيهريني من ورا من 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 الحتة الشمال دي ما رايع تبقى مشكلة او من الحتة اليمين فاعتقد ان لابد من ان هو لازم يختنع ان برضو في ناس في اماكنها هتدي اكتر اه انت عندك خلاص عدد كبير من اللعيبة وثبت لك في المباريات كلها ان ده في المكان ده ده في المكان ده لما النهاردة مروان داود جابه بجونة التالت صح؟ كما كان عكس تماما مكانه ده باك لفت لاعب وينجرايد اتحداك اذا اتاخد منتخب ليه؟ الفترة جابه مش حيب بيش هم مباريات انت عارب كنوكي اه ليه ليه؟ ما هو انت النهاردة هو اتواخده كزهير ايسر صح؟ هو زهير ايسر في المندي امبي صح؟ هو اخده ليه؟ هو اخده علشان محمد حمدي وحسين السيد مع برامزه وبشموجه ديه فاخد مين؟ مروان داود مروان داود النهاردة راح ملعبه في المكان بتاع محمد صلاح وماردود لا في ماتش سودان لعبه باك عادي لفت مين؟ لما نزل مروان داود لكنه النهاردة لعبه قدام يمين هل انت تاجره بقى في الماتشات اللي جاية تلعبه في المكان ده؟ وانت عندك صلاح وانت عندك زيزو؟ طيب بس اولا ما عندوش اختيارات ما عندوش لعيبة كتيرة في المكان ده يعني في ظروف الماتش النهاردة ثانيا الولد نزل جاب جول وجول حلو هيا دي بقى هيا دي هيا دي النقطة اللي عمال السجادة تتسحف من تحته اللي هو ايه؟ شفتوا بقى؟ مش شرط فيه ماتشات مش هتعرف مظبوط فيه ماتشات هتبقى صعب عليك جدا بس دي الماتشات اللي بيجرب فيها اللعيبة كل مهارة بنختلف في نفس النقطة بصة بصة هاني مفيش حد بيلعب بك شبال وتوديه في الجنب اليمين صعب يعني صعب يعني ما حدش يعني كل مكان ليه اختصاصاته ليه بك شبال لكن هو جاب جول حلو ماشي ده اصلا كمان جاب وجول مش بكاتي يعني الباكلفت لو هو باكلفت بس ما اعتقدش انه يعرف يلعب الكرة باصلو عملها بثيقة قوي صح ولا تختلف بس جدا انا بتتعاش معاك مش بقنعك برضو تحس برضو حطته للجول بش مهاجم بش فروي باج بحطها وقت بالك لكن في الاخر ايه اجاب جول ماشي على عين وراسي وفرح مصر وكل حاجة لكن بكلم عن المصاب بكلم على بطولة افريقية من نارة اللي جاية صح فانت النهاردة عندك تقريبا دخلت في الخمسي اللعيب يعني هاتش النص اللعيبة دي تمام حق طبيعي بس كده ربنا وفقه في اختياراته وربنا وفقه فيه انه هو يشوف ايجابيات وسلبيات المباريات دي وربنا وفقه في التاكتك بقى اللي يلعب به لان النهاردة ننسوا ولك طريقتنا فيه يعني النهاردة امانة الله يعني الاردن اعملوا كم جمع اللي هي جزء من المتشاط اللي هي جزء من المتشاط مضوع اليقاء البدنية نجاح مننا النهاردة وصلت للشوت الثالت النهاردة لعبتك بتلعب في أفريقيا وبتلعب في الدولة العام نعني فأعتقد أن في أي حال من الأحوال أنت استفدت من الفتر الفاتح عايز أمسك التلات تجوال نتكلم عليهم شوية الأربعة تجوال الجول الأولاني اللي سجلوا منتخب الأردن غلطت مين تحديداً؟ رمي التماث فجأة بقت بمثابة انفراد وأطعق وأرتو على الناحية التالي لو تيجي تبص هتقول ايه من الجنب اليمين أو جمي شمال بتاع الأردن هنيجي نقول وارد اللي هي تروح في الآخر خالص اللقطة الأخيرة اللي هو بيحط رجله في الجول اللي هو أحمد ياسين ما ضغطش عليه سابله كان بيرجع بظهره وسابه اللي هو يحطها فيه سابله مساحة للتزيد كان لازم يضغط عليه في الحتة لأنه كان بعيد عنه هي دي اللقطة الأخيرة وارد اللي هو يروح ويعدي ويؤتم وكل حاجة كلها لكن في الآخر اللقطة الأخيرة لازم تضغط عليه وليزم تقفل عليه المساحة عشان مجمهاش طيب قبل ما نسجل ضيعنا فرصتين واحدة مروان حمدي وعدة تانية وردو اللي هي جات في العرضة ونز دي دي سات ربنا مروان حمدي عرضية مصطفى فتحي جوليو صدها رأسية بعد كده خطيرة لحسين فيصل تتصد ثم هدف مروان حمدي كرة من زيزو لرأسية مروان حمدي بعد معدت من حسين فيصل وصف لنا الجول ومين اللي عاجب طبعا توقيت الجون كان قاتل يعني ده اللي رجعك للمباراة يعني هي آخر خمس زي وآخر ثمن ده اللي هي اللي حصل في الجون واللي عابلها الفرصتين طبعا عدم رخابة من لعبة الأردن أو كله كان مركز على الجون وعلى اللي كان اللي كان قابل وكان حسين فيصل حسين فيصل تمام اللي بقى لك برضو يعني هو هدف طبعا وتكتب باسم لكن برضو لما تيجي تبص البحطوطة ازاي لأ ده هو مغمض عنه وجاية هنا جون طيب لا بس أنا ده حيلو اللي حاجة قلتها لأنه كده حاجة بتمثل الرأي اللي أنا من شوية حسيته أنه رأي ظالم شوية فحيلو أبا أنا عايز أتكلم معك في النقطة دي طب مش هو أصحيك مهاجم كبير يعني أحيب اسمعها منك جنب كويس أيوة تمام شايف الكورة توقع اللي هي هتعدي أيوة هتعدي بين الخصم ومن زميله أيوة وحط وداخل الجون طب إحنا عايزيني أكتر من كده عايزين يا أصلا هي مش بتاعته أصلا هتعت اللي قبليه فإحنا عايزين وجابها جول عايزيني منه أكتر من كده في اللقطة دي والله ما بتكلم أن ورور حمدي مهاجم مصر الأول خالص بس اللقطة دي ما ينفعش ينتقد عليه يعني ينفعش الناس تاخدها زريعة لاستمرار انتقاده أقولك ليه بقى أقولك ليه بص جه الفرصة اللي أنا عايز عايز أوجه فيها كلمة لمروان حمدي بص مروان أنت بتلعب رأس حربة منتخب مصر في فترة اللي فاتت لابد من أن تتقبل النقد ولابد من أنت يبقى عندك الإرادة اللي أنت تثبت اللي أنت أحق بهذا المكان مش عايز اسمك يختارن بزميلك اللي وقع في نفس المطب وما قدرش يقاوم مع أنه عنده إمكانات عالية جدا ونفس الاسم مروان مروان محسن مروان حمدي أنت دخلت في الدائرة دي عمرك ما تبقى كويس في الملعب والناس هتنتخدك دازم تقتنع بهذا عمرك ما تبقى كويس في الملعب وتعمل حاجات كويسة والناس هتنتخدك الناس بتنتخد اللي شايفاه بتقول واحد اثنين ثلاثة لكن أنت عشان تطلع ترد وتحط نفسك في محل الناس كلها بالسانيالك هتعمل إيه والحاجات دي كلها مش عايزة كده لازم في لعيبك هتبتاخد النقط وكاد بتنزل تولع في الملعب نار هو ده اللعيب ما تبصش الحاجات دي خالص أنا رأي غير رأي رأيك أنت هاني غير رأي واحد كل واحد يقول رأيه صح تمام ممكن أنا الرأي ده ما يعجبش ناس يقول لك 100 في 100 لكن أنا عايزك لوحد ما بيصدق يلاقي فورمة كويسة لعيبة كويسة ممكن اللي هي تبقى في الفتر اللي جاية لعيبة كويسة وتفيد بلدنا وتفيد أنديتها والحاجات دي كلها بالذات مركز درس الحرب يعني عملة نادرة يعني صح فانتخدناك وأنا انتخدتك لكن برضو أنا أكبر أنا كبير أنا بقول لك ما تلتفتش الحاجات دي تمام امشي في طريقك صح وربنا وفاك إن شاء الله حاسس أنه في الماتشاط مركز شوية أو متأثر بانتقادات الناس ولا كل ده عشان البوست اللي كتبه وضع طبيعي اللي هو بتأثر طبعا بين شوية على ده ما كانش كتب اه عداب كتب معناه أنه تأثر معناه أنه تأثر طب أداءه النهاردة كمجمل لمشاركته تسعين دي كانت ايه رأيك فيها في الآخر انت قلت ايه جول اه في الآخر ايه جاب جول تمام دي برضو ذكيته شوية يعني وكان هيصنع كرة جول حلوة قوي بتاع حسين فصل اللي عدت من بين رجلي دي يعني عمل وانتو حلو مع مصطفى فاتحي ورامل عرض اللقطة دي كانت تخلصنا ماتش أعتقد اللقطة دي ياريت انسى واشتغل كلام مخرم جدا يعني ورسالة من يعني من اسم قدير زي الكابتن نبيل نتمنى ان ماروان حمدي يركز مع النقطة زي دي انه الجمهور من حقه يقول له عايزه واللي بينتقد ينتقد لكن انت في الاخر ما تبقاش نازل ترد على حد انت نازل تلعب بالمستوى انت لو قفت على باب بالاستاد وديت لكل واحد الداخل من الجمهور عشرين الف قلت له خد وراء يكتب للتشكيل بتاع امتخب مصر وفيش وراء هتبقى زي تاني اه صح طبعا طبعا كل واحد ورأيه صح بس انت يومت يعني الناس كلها لما انت جيبت يجون عاملت ايه يقصد هل عاصل لازم تعرف كده الناس عايزك تبقى كويس وعايزك تبقى مفيد للفرنة والحاجات دو كلها حصل ضروب الناس انتخذتك تبقى تعند مع نفسك تبقى كويس طيب الجول التاني محمد شريف بيلم من ناحية اليمين وبيلعبها عرضية الرفع ده جون معمول كويس ومحطوط كويس اللي هو من الجوان الحلوة تكتيكية عشان قربت محمد شريف منين من الحتة اللي قدامنا اه لا فهم واحمد رفعط طبعا عشان يتواجد في المكان ده هو نازل في الجنب الشمال فطبعا انا سعيد جدا بالهدف ده في صراح الهدف ده حلوته انه كمان كان فيه تبادل مراكز يعني شريف اللي هو راس حربة كان بيلعبها عرضية للي جاي من ناحية التانية وزيزو كان واخد مكان اخر الاخير اللي هو بص وهو بيحط رجلي صح بص لقى احمد رفعط كما ممكن حطها في الجنب العرض وتخبط في اي حد او اي حد يقول لك ان عملتها صح لكن هو تقى الرجل الشوار جات لما رقب احمد رفعط وراح هتطاله والتاني هتطاله بكل براعة بصراحة ثم صنع رفعط هدفا لمروان داود برأسه اه طبعا كان بها خلاص الدنيا الاردن بقى بتاجم بكل اخطوطها عشان تعادل اللي كان فيه وقت وعملها كواس قوي ومروان طبعا حطها يعني هدف 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 قتل المباراة في الديا 119 بعد الهدف دا حصل خلاف ما بين لعيبة الاردن والجاز الفني اللي منتخبنا وعلى اثره الكابتن عصام الحضري هتدخلني في حت انا كنت عايز اتكلم فيه اه بذكرتك ما كنتش عايز تتكلم فيه لا لا عايز اتكلم فيه طب اشرح بس انه على اثر اللقطة دي الكابتن عصام الحضري حصل على بطاقة حمراء لانه وصف احتفاله اه اوراق الحكم ان احتفال الحضري قدام دكة منتخب الاردن اه فيها استفزاز ليهم وحصل مشدة كده وترد اه وتقبل هذا القرار بل وحسب التقارير ذهب للاعتذار للكابتن عدنان حمد بعد نهاية المباراة كابتن علاء اتفضل انا عايز اتكلم عمتا عن سلوك الجهاز الفني سلوك الجهاز الفني اولا مباراة احنا لعبنا كان مباراة اه كده اربعة لا بداية من انجوليا لكد في انجولا اه والجابون وبعدين اه طول العربية اربعة مطشط طول العربية اربعة مطشط ست مباريات المدير الفني المنتخب مصر كيروش عمل مشكلتين على خط عمل مشكلتين الاولين كانت في انجولا هناك وخل الجهاز كله يجري وراه وكانت ممكن تحصل مشكلة كبيرة جدا النهاردة نفس الكلام مشكلة على الخط مع لعيبة الاردن دي بتاعة انجولا دي بتاعة انجولا فضلا ده منظر يعني انا انا خلي بالك احنا تطرقنا لهذا الموضوع والواحدين اللي تكلمنا عليه هنا في البرنامج هنا اللي ما يحصلش كده ابدا ده في مبارات انجولا تمام عايز بقى صورة النهاردة انجيبة بس مش هو العمل بتاعة النهاردة دي لا يعني بدليل ان الاضطرد هو الحضري لا دي دي غير الحضري اه التانية بقى لقبلها اه في وحدة قابليها كان حوار والحضري برضو الوقف وراه الحضري الوقف الكابتن ديواء السيد هد فيها اه دي الصورة الوحيدة اللي منتشرة للوقت وقتها لما الحكام راح يتكلم معي لا عمل مشكلة نهاردة مع لعيبة الاردن دخله في حوار وكان عصام الحضري وقف وراه والتالتة النهاردة اللي هي عصام الحضري وبعض من افراد الجهاز باش عصام الحضري اللو عاد واس بسؤل الحجم جاء على عصام واي اقترده العصام انت فيه بوزيشن غير اللاعب خالص انت مدرب حراس منتخب مصر لازم فيه تقلو فيه هيبة وفيه رزانة فيه التعامل احنا هذا الجهاز وارد جدا في اي لحظة ممكن يعملنا مشكلة احنا احنا كلنا وقفنا قدام حسام حسن والناس تكلمي لقدت لك لو مسك منتخب مصر هيعمل مشاكل وبيعمل مشاكل على الخط ومال ما هو بس مش الدرجات دي يعني ازاي مش نازلين بيجروا شكل الناس يعني لقطة حصلت في خلال مبارع لا 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 من انجولا ايه المشكلة ساعت الواد شتى مين اللي قال لك كيروش اللي قال ما يقول لي قوله مهما حصل ايوه المنظر انا مطلق مع حضرتك فيه في الاخر انت مدير فني مهما حصل انت مدير فني منتخب مصر دي حاجة جامدة اوه جماعة ما يفعش الجهاز يقف في المنظر ده ويهيجي الدنيا ويتخنقوا مع اللعيبة وييجوا ومدرب الحراس يطرد وروح يرقص بعد كده يخش الكابتا عدان حمد جوا يعتذر لا لا احنا جهاز كبير محترم يعني بلد محترم احنا مصر لابد من الجهاز بتاعنا يبقى واقف معما ولما لو جمهور بقى مئة وعشرين الف وقف في المدرج وشاتنا ما كتعمل ايه احنا بيامة تعرضنا الحجاز ده كده بس ايه نقطة بس عشان ايه لا لازم الاتحاد يبقى ليه دور في انه هو يجتمع بالجهاز الفني انتوا عملتوا تلت مشاكل في خلال الفترة الفتة دي ما ينفعش كيروش لو راح حد من الاتحاد قال له كده هيزعل كيروش ده واضح انه مش سهل خلص مش سهل نفسه هتعصبني بس تفزك لحد ما تهدم الاستفزازي لا 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 احنا بنترد حقه يعني عاملين عايزين نقف جبك ونساعدك لكن احنا برضه لا طبعا انت بتشير لنقطة مهمة وهي فكرة انه مدام حصل لقطتين في ظرف قليل مع ان الراجل ممكن يكون سهل استبزازه مع انه ممكن يخرج عن الشعور وبعدين اقول لك حاجة اصلا انا اشتغلت في البلدين الجمهور اللي دوني شاب اللي دوني بحبنا جدا جدا فانتالي تعمل كده لا مش لدرجة برضه انه بقى فيه خلاف ما بين الجمهورين يعني واضح الشاشة ايه لا احادي واضح الشاشة ان لقطة كورة يعني لقطة كورة ما وصلتش ارجو لحاجات انت راجل كبير ما ينفعش تعمل كده بس كده بس كده اطلع فاصل بعد الفاصل مكملين مع حضراتكم في المطش وهنقرأ كمان تعليقاتكم على سؤال الحلقة وهو عن المباراة وعن طرف النهائي تتوقع ان يكون مين ضد مين بعد ما تحدد الرباعي بتاع نصف النهائي خليكم معنا بعد الفاصل في المطش اهلا بحضراتكم مرة تانية في المطش النهاردة في الكاميرون سامويل ايتو اصبح رئيسا للاتحاد الكاميروني لكرة القدم افضل لاعب في افريقيا اربع مرات خد الرئاسة النهاردة في الكاميرون وقال انه هيتذكر دايما هذا اليوم كأحد اكثر اللحظات السعيدة في حياته او في مسارته الكروية قال انتو خبت رئيسا للاتحاد الكاميروني كل صوت صوت لي يعني سوف يمثل طاقة وطموح لعائلة كرة القدم لنأخذ رياضاتنا المحبوبة لمستوى لم نره من قبل دي التغريدة اللي كتبها ايتو على صفحته على الموقع تويتر النهاردة بعد الفوز دايما الناس بتحط امال على نجم الكرة تحديدا هيبقى عليه طموحات وهيعرف ينفذ كل اللي هو عايزه خصوصا ان هو يعني مرتبط او بالكاف وعمل كمان معهم سفير ليهم في امور كثيرة فاكيد ده تحدي كبير اوي على سامويل ايتو مع الاتحاد الكاميروني اللي قلت القدم كابتن علاء نبيل نجم الكرة المصرية لسه منوارنا اهلا بيك مرة اهلا بيك عندهم جماعة وعمية برضو اوما كانوا عشرة كده عاديين بيتفرر بس لو جاله مش هينجع طيب المغرب كان بتوجه الجزائر والجزائر مرت بركارات الترجيح بعد التعادل اتنين اتنين شفت ازاي المطش او اللي تابعته منه هو مطش ومسير لكن بخوة الفرقيل اي بالذات المغرب يعني لكن هو المطش في حد ذاته فيه اصارة ده بيجيب جون ده بيتعادل ورا على طول ده في الوقت تضيع جاب جون ده في الوقت تضيع جاب جون في الكسيرا تايم فاعتقد ان المباراة يعني دي الحاجات الجمهير الكرة بتحبها الاصارة في المبارايات شفت جول البلايل يعمل ازاي من اجمل جون الدورة بصراحة مش ممكن يعني اعتقد ان جون جون البلايل وجون احمد رفعت من اجمل اهداف اللي جات جون جون جميل جدا يعني فطبعا المبارايات اللي جاية فعلا بتيجي تبص على مصر مع تونس مباراة في قيمة الصعوبة ومباراة قطر والجزائر مباراة في قيمة الصعوبة اه طيب نمسك مباراة نحن مع تونس تونس مسارتها في البطولة ماشية كده هادية جدا ومنتخبات مش يعني دايما بيكون تونس داخل هو الطرف الاقوى فيمكن ده اول صدام حقيقي لتونس في البطولة منه خسرة من سوريا في البطولة واحنا بندخل صدام جديد قوي بعد صدام الجزائر عن طريق عمان عمان ومش بسهولة ما تأهلش بسهولة شايف ازاي مواجهتنا مع تونس اي حل صعبة خلي بالك برضو خلينا بقى وقعين مباراة الجزائر خدت منك مباراة الجزائر خدت منك لود ومجهود واخد بالك عشان كده من العوامل برضو اللي هي ممكن تكون اثرت عليك في بداية المباراة تمام فمباراة النهاردة بداية بشوت تاني خدت منك وتلعبت وشوت تالك وربع وضغط عشان ضربات الترجيح وهلها جدي كلها وهتلعب تونس مراحة قبلك بيوم روح تونس لعبة انباراة تلعبت النهاردة تونس كذبت في التسعين دقيقة وخرجت انت لعبت النهاردة مئة وعشين دقيقة لعبت ماتش ونص تمام فاعتقد ان ااا اولا ماتش وربع يعني مش كده ماتش وتلت نص زعة زيادة يعني نص زعة زيادة يعني اه اه تسميه وتلت بالظبط فاعتقد ان المباراة وبالذات تعرف مباراة شمال افريقيا يعني بيبقى فيها تحدي وفيها لكن طبعا الملاحظ اللي فيه روح رضيه عالية جدا في البطولة بصراحة لكن هنبدأ بلد من دوقتي هنشو انت وانا واي واحد من جمهور مصري مين اللي هلعب الماتش الجاي اه اعتقدر تقولي النهاردة بني هلعب الماتش الجاي يعني اقدر اقولك خمسة كده منهم اللي هم بيخرجوش دول اللي هو شناوي ان شاء الله لو ربنا ارادوا اصابته طلعت خفيفة احمد فتوح شمال اكرم طفيق يكون رجع فيلعب يمين ايه الونش ايه حجازي مش مضمون موقفه فلو مش حجازي احمد ياسين برضو نص الملعب حمد فتحي طمنونا عليه النهاردة ان هو اصابته مش هتغيبه عن الماتش الجاي وده مش مبمون لان ايما ناشرف ابرو ايه لا ايما ناشرف وطولته خلصت خلاص واحمد حجازي صعب احمد حجازي الماتش النهاردة بيحاولوا يجهزوا للمباراة على اردن لا بس شرط يكون في مصر انا شايف الونش اعمل مباراة الياب الونش في كرة شالها من اخر ثانية حط رجل دي نهاية المباراة دي خلاص دي حاجة وتمانين دي كانت تخلص صح ونحي بقى الوجوم دي ما تعرفش يعني الطرف التالت في النص ما تعرفوش يععمل قرعة يععمل اي حاجة ماشا كده فانت فلاعرفش مين التشكيل لكن عشكا كده بقول له ربنا وفقه ونبتدي نتصلح بالشرط اللي انا اتزنق عشان في الاخر اصلح واجيب جون وتعادل لاني فيه بوراة ممكن تغرب منك من الاول ودينا مثال النهاردة كانت ممكن تغرب منك وبرمشيط الاولين ونخلص من طرفاء النهائي ده سؤالنا لمشاهدين هنعرض بعض الاجابات لكن بسألك الاول مصر وتونس الجزائر وقطر مين يكسب هنا ومين يكسب هنا يا خير راببا لو قلت حاجة غير تقول حربات لو قلت مصر تونس ستكون ولو قلت قطر تونس الجزائر توقعك في ضقم لا فيه يعايز اقولك حاجة يعني انا كنت فيها ده برامج وقلت عمان هتكسب تونس وقلت بمغرب هتكسب الجزائر ما شاء الله كله بيجلي فبلشته لا هيكل حاجة والعكس لا بيش مشكلة تونس تكسب لا يعني طبعا بنتمنى التوفيق للمنتخب مصري يعني ان شاء الله يعني شايفها بنسبة خمسين خمسين مصر وقطر اه يعني توصل النهائي مصر يعني برضو عشان الجزائرين بيزعلوه الشان قطر بتلعب على ملعبها برضو عندهم الحافز اللي هو يعني ليه مجمهور عايزين يثبتوا اللي هم فرقة كويسة ففي دوافع قوية جدا يعني وفرقة كويسة بدون يعني بدون الحاجات دي هم فرقة كويسة فتقدير الشخصي مصر وقطر تمام نقرى بقى تعليقات النس رأيوهم ايه تقدير الكابتن علاء نبيل مصر وقطر يعني مصر تعدي تونس قطر تعدي الجزائر لكن رأيكم انتو ايه يلا بينا نشوف على صفحتنا على الفيسبوك ده الاول اجابة على سؤال رأيكم في مباراة الاردن وفوزنا ظني بربي كبير ده اسم صاحب التعليق بيقول كانوا رجالة مسكوا المباراة من نص شوط الاول اثباتوا انهم ممكن يلعبوا بدون اللعيبة الاساسيين نجحوا في الاختبار رجالة طول عمرك طول عمر ولادك يا بلدنا رجالة مامي محمد او مامي محمد يقول نزول احمد رفعت قلب المباراة مين مامي دي ما هي مامي او مامي ممكن يكون دلع يعني اسم دلع احمد عبد النعيم بيقول بدأ بالاستهتار وانتهى بالعزيمة ماروان عمر سلطان بيقول رجالة ويستهله الفوز الرومي 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 بيقول لعيبة رجالة الجاي احسن ان شاء الله خليل الداودي بيقول لي الاردن كان افضل لكن الحظ ما اعتقدش للدرجات دي كانوا افضل في شوط الاول لكن الباقي مش حظ الاردن اهدر فرصا اه فرصا خوية والفرصة انته تلعليها في الاخر دي بتاعت الحمد الوينش شالها دي كان التاجون وفي الوينش اتلخبط فيها وانفرد بها اللاعب الاردني علي ما دي صلحت دي ايوه ومرت بجوار القائم دي ناساني بيقول ربنا يحفظهم المعلق الجملة عجبتني اوي انا تعبت ما بالك اللعيبة برافو عليهم طبعا ده تعليق اعتقد الحفيز دراجي يوسف الرائد بيقول بصراحة من غيرك تبهدلنا ارجع بقى ده على اكرم توفيق ده واسم اسماعيل براء الجودي وفعلها الرجال وفعلتها الجزائر افضل مباراة تاريخية وعالمية في الدورة ده طبعا تعليقا على فوز الجزائر على المغرب فيه جمانة فوق شمانة الزعبي ده اسمه اردني ده كانوا قمة بالروعة الله يعطيهم الف عافية النشامة اه محمد احمد سيف حرق اعصاب واغلبية الجملة بتلعب لنفسها ومفيش فايدة من الترئيس والمروغة اللي ليس لها داعي ممكن تسبب في كارسة علينا والحمد لله وبدعاء المصرين ربنا كرامنا وتونيس ما يبعش معها اللعبة ده لابد من السرعة والدفاع يركز محمد يوسف قاله كانوا رجالة بمعنى الكلمة يعني كلنا داخلين في حتة الروح عشان كده قلتلك ايه في حاجة مختلفة عن الفتر اللي أبيض الفرقة دي إضافة عليها محمد صلاح تكون ناتج ايه أني فرقة الشوت الأولاني ولا الشوت التاني ولا البطش اللي فات ولا اللي أفل يعني خليك صريح أني فرقة معرفش اكتر فرقة من الكون فريقا من عشرة من هذه التشكيلة وحط معهم صلاح طبعا يكون ليه دور كبير طبعا مع الفرقة لكن نسبت بقى يعني نحاول نحن نسبت ونعرف فرقتنا ايه ومن الاساس طب احنا جبنا كل مراجز غير حارس المرمى من المرة اتنين في مصر من المرة اتنين حارس مرمى بعد الشناوة نخليش سؤال الحلقة اللي جاي سؤال الحلقة اللي جاي من الحارس من الحارس التاني المتخب مصر ما انت ما تقداش تضمن واستهوا الراجل اللي واخد كاس العرب دي مش حاجة نهائية ده بيطلع بيها لعبين فمش معنى ان صبحي وجاد التاني والتالت ان هما هيكونوا التاني والتالت في اللقاءات اللي جاية او في المطورات اللي جاية هتلاقي اكيد متوقع بس لا كيروش مش بيمشي بحتة ان رازم حد اهلي وحد زمالك دي فاكيد ابو جابل وعواد مش ضمنين مكانهم الا على حسب مستوياتهم الاخر الجمهور معنا برضو نشوف اراءه ايه بكل شفافية ان احنا كنا عايزين نعرف يعني احنا دخنا لعيبة جديدة وكلنا مبسوطين مين بقى من حرص المربع صح ماش كبتعا نبيل نجم الكرة المصرية مدرب من تخبنا السابق نورتيني وبسطت جدا كالعالم شكرا حديث الله شكرا لكم مبروك لمصر الله ايخ مبروك حديث شكرا لحضراتكم اليوم مبروك التأهل الى نصف نهاية بطورة كأس العرب بالفوز على منتخب الاردن الشقيق ثلاثة واحد لمواجهة تونس يوم الاربعاء المقبل غدا الاحد لقاء جديد الساعة 11 على شاشة صدق البلد تحيات كل الفريد عمل وتحياتي هاني حتحوت الى اللقاء